ايه زيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الجرين فلفت ودي انا هسجل لها براية اختراع لان انا اللي مخترعها بصراحة مش كلها قوي بس يعني انها مخترعها هنعملها بالسبانخ بس محدش يقول لولادي عالموضوع ده لان هم بيحبوها جدا وميعرفوش ان هي فيها سبانخ عشان مش بيأكلوها فواعد بقى محدش يقول لهم هرجع لكم بالتفاصيل بس ما تنسوش هاملوا سبسكرايب للقناة ولايك بسرعة للفيديو وارجع لكم بالتفاصيل رجعت الكو تاني واول مكون سري عندنا اللي هو السبانخ هنحتاج ربطة سبانخ هناخد الورق بس بتاعها انا هنا عندي مجمز فحطيته واربع بيطاط حلوين كده وكباية ونص سكر وهنحتاج نص كباية لبن وربع كباية زيت ومعهم طبعا الفانيليا ده كل ده هنحطه مع بعض في الاول خالص وبعد كده هنحتاج الكوبايتين دقيق كوباية نشا وكيس كيكشاف هنبدأ بقى نحط في الخلاط طبعا انا قلت لكم انا عندي السبانخ هنة مجمدة فانا حطيتها على طول في الخلاط لكن انتو لو هجيبوها صفحة حطوها اه الورق بس حوالي ربطة وهنبدأ نحط بقى البيط عاوز اقول لكم كده ونحط البيط ان الطعمها هايل جدا حلوة قوي 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 مش باين فيها اي طعم سبانخ عشان متخافوش منها اه تعمها جميل ولدي زي ما قلت لكم بيحبوها بس ما يعرفوش طبعا ان هي جواسة بانخوين لا هيقلبوا عليها مع ان طعمها حلو والكريمة كمان في الاخر بتديها شكل جميل وهقول لكم كل التكات اللي بعملها فيها وجربوها ووروني بقى وقلوا لي ولك وكمان عجبتهم ولا لا الغريبة بقى كمان هما بيتحايلوا علي ان انا عملها يعني من كتر ما يعجباهم هما بيتحايلوا عليهم هما عملونا جريم فيلفت اه لو سمحت ايه وعايزين وبنحبها اه يعني اه انصحك وبشدة اتجربوها هنحط بقى بعد كده كمان السكر بتاعنا كوباية ونص واللبن اللي هو نص كوباية ونحط بقى الزيت ربع كوباية واخر حاجة هنحطها في الخلاط كيس الفانيليا هنغطي بقى الخلاط ونضربها وضرب مبرح يعني نقعد نضرب فيها كده لحد ما تقول حقي برقبتي لأ هنضربها جامل طبعا انا مش جايبة المدة كلها لان ضربت فيها هوريكو في الاخر شكلها بيبقى عمل ازاي ده لونها بتبقى اخترت كويس جدا 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 وما فيهاش اي بوائي اه سليمة ولا اي حاجة بتبقى نعمة خالص بعد كده بقى هنبدأ نحط الكيك شيف ده على قلنا كوبايتين دقيقة كوباية تانيشة وهنقلبهم كويس مع بعض ونجيب الخليط بقى بتاعنا نحطه عليه كله ما تستغربوش لونه وبلاش يعه والحاجات دي لأ بجد هي مفيدة جدا جدا للولاد انتو عارفين السبانك كلها حديد واغلب الاطفال ما بيرضعها بدوش يكلوها فجربوها بجد ان شاء الله بيتعجبكم هنزل كل حاجة في الخلاط ونبدأ ان احنا نقلبها كويس قوي مع بعض شكرا نبصوا القوام بتاعها عامل ازاي شبه الكيك العايزي خالص يعني مش عارفة كمان اللون باين معاكوا قوي ولا لأ او حاول غير الاضاءة كده ونشوف مش عارفة اني اوضح طيقة دي اصلا الاول اوضح يعني نرجع تاني النور ونقلب بس ما نسيبش اي دقيق او اي تكتلات او اي حاجة فيها نقلبها كويس قوي قوي هنكون بقى مجهزين الصينية بتاعتنا او القالب متبطن بالسمنة والدقيق كويس عشان ما تلزقش نحط فيها بقى المقدار بتاعنا طبعا الناس اللي خبرة عارفين ان احنا مش هنكمل الصينية الاخر عشان هي بتاعلى معينا فما تدلقش برا او ما تطلعش برا اللي كمية اللي انا عملتها عملت القلب دوت والقلب كمان متع الانجليش كيك هندخلها في فرن حوالي 180 درجة لمدة 35 دقيقة كده بعد اي تأكد ان هي استاوت قبل ما انطلعها طبعا بقى تخلى كده هي استاوت معي وبقت حلوة جدا 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 هزيبها تبرد خالص طبعا قبل ما ابدأ ازينها بالكريم شانتي بصو طرية وحلوة قويا بعد ما خلص قتعتها تلت طبقات وحشيت ما بين الطبقات كريم شانتي وحطي الكريم شانتي على الوش والجناب وفتفت الكيك كده اا من جوة زي اللي بنشتريها عشان كده انا سميتها جريم فيلفت والادي خلاص حفظوها بكده وزي ما قلتلكم دي برا اي تختراع يا رب اتجربوها ومفيدة جدا للولاد وان شاء الله تعجبكم وتعمها حلوة قوي ما تخافوش منها والبقى ما عملش لايك للفيديو يعمل عشان انا تعبت قوي على مساورات الخطوات دي واسيبولي كومنتا عن رأيكو فيها ومستنية بقى لو عملتوها بعتولي سوارها وبالهانة والشيف واستنوا وصفات تانية كتير فان انا في المطبع كلها الوين